ومعنا الآن من دمشق الكاتب والباحث السوري طالب إبراهيم أستطالب أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية بداية كيف تعلقون على هذه الغارات الإسرائيلية الجديدة على السيدة زينب وببيلة أعتقد أن هذه الغارات هي في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا وهي في سياق الاستراتيجية التي يتبعها بنيامين نتنياهو والمعروفة باسم معركة بين الحروب والتي تعني شند سلسلة من الضربات تشكل معركة منخفضة الحدة لتقليص إمكانيات الجيش العربي السوري إلى أقصى حد ممكن بغيات فرد تسوية في نهاية المطاف أو واقع جو سياسي جديد في المنطقة ولكن التوقيت الآن يأتي ربما توقيت والمكان أيضا القرب الشديد من مقام السيدة زينب هذا يعني رغبة شديدة من نتنياهو بتوسيع الحرب خصوصا أنه يواجه ضغوطا أمريكية كبيرة بضرورة وقف العمليات العسكرية العدائية والمجازر ضد الشعب الفلسطيني في غزة قبل شهر رمضان المبارك وشهر رمضان المبارك لا يفصلنا عنه أكثر من عشرة أيام وما زال نتنياهو يتخبط في حي الزيتون وبتالي لن يحقق أي نتيجة وبعد شهر رمضان أعتقد ستكون هناك وقائع جديدة في المنطقة وقد لا يسمح لنتنياهو باستئناف الحرب لذلك هو أراد بهذه الضربة أن يوجه رسالة أنه قد يستهدف حتى مقام السيدة زينب عليه السلام وهو ليس لديه أي خطوط حمر وهو كالمعتوه المنفلت من عقاله ويريد دماء يريد حرب يريد البقاء بالسلطة بأي سمان طيب أستاذ طالب متى سترد سوريا؟ هذا السؤال كل مرة نتعرض له وحتى نحن أيضا في حالات كثيرة نطرح ولكن أقول لك أن الردود ربما لا تكون ردود واضحة أو ردود مباشرة الردود تأتي في مستويات عدة أحد مستويات الردود هو تكسيف الدعم لباقي عناصر محور المقاومة واستهداف ربما نقاط معينة قد لا يتم الإعلان عنها سواء في داخل الأراضي المحتلة أو في العمق السوري هذا جزء من الردود أيضا هناك ردود قد تتبلور في أيام قادمة وأعتقد أن إسرائيل لن تترك في هذه السياسة إلى اللانهاية ولكن يبقى التوقيت أولا لكل حرب هناك زمان وهناك مكان وهناك وسائط معينة الآن الزمان هو إسرائيلي والمكان للأسف تستطيع إسرائيل أن تحدد مكان اعتداءاتها وأن تنجو من الاعتاب والوسائط القتالية تميل حتى اللحظة إلى صالح العدو الإسرائيلي من حيث تفوقوا التقني من حيث امتلاكوا لإحداث الأسلحة من شغال حلفاء سوريا بمعارك أخرى روسيا في أوكرانيا إيران ربما منشغلة بأوهام من الخداع الأمريكي عفوا لو سمحت هذه الجزئية مهمة أمريكا تسوق للإيرانيين أنهم لا تردوا ولا تشعروا المنطقة ونحن سنصل إلى حل سياسي معكم ومع غيركم وهي بذلك تخادع الإيرانيين تمارس خداع استراتيجي كبير على الإيرانيين بغيت أعطاء إسرائيل وقت وبالتالي الزمان الآن أيضا هو في صالح العدو الإسرائيلي لذلك في هذا الوقت لا أعتقد أنه سيكون رد ماذا سيحدث غدا هذه المسألة تترك للعسكريين والأمنيين في سوريا وفي محور المقاومة أستطالب على ذكر محور المقاومة وتعدد هذه الضربات وتكثيف إسرائيل لغاراتها على سوريا خلال حرب غزة حتى الآن بشكل كبير والحديث المعلومة دائما أنه هناك استهداف لعناصر إيرانيين أو عناصر لبنانيين من حزب الله في سوريا هل يمكن أن تتخذ دمشق ربما إجراءات متعلقة بتموضع عناصر هذا المحور الذي تنتمي إليه دمشق في ضوء الغارات الإسرائيلية المكثفة على سوريا أولا وجود عناصر إيرانية في سوريا محدود وخصوصا في محيط دمشق قد يكون هناك عشرات وقد لا يكون أحد هذا أولا ثانيا المناطق التي تستهدف هي نفسها هب أن الإيرانيين أغبياء للغاية وهب أن السوريين أغبياء للغاية وهب أننا أنصاف بشار لن نترك هؤلاء بنفس المكان كي يتم استهدافهم مرة أخرى لماذا تستهدف هذه النقاط لأنها نقاط عسكرية لوجستية تابعة للجيش العربي السوري وإسرائيل تستخدم وجود إيراني افتراضي لتكثيف ضرباتها ضد الجيش العرب السوري كما استخدم كولينباول زريعة أسلحة الدمار الشامل العراقي والكيميائي ورفع زجاج الكيميائي بيده في مجلس الأمن هو جورج تينيت معا وكان ذلك المسعوران جالسان معا في مجلس الأمن وقال يمتلك العراق أسلحة الدمار ودمروا العراق وقتلوا رئيسه وقتلوا الشعبه ونبشوا كل صخرة في العراق وكانت المحصيرة هي أعيد العراق من عصر الحجر ولم يتعافى العراق حتى لا هذه ذريعة ولكن لماذا إذا لا يوجد عناصر إيرانيين أو عناصر من حزب الله في سوريا في هذه المواقع التي تستهدفها إسرائيل لماذا تستهدف إسرائيل هذه المواقع السورية وهي تعلم أن سوريا ردها سيكون مضبوطا على إسرائيل أو لا يوجد رد على الأقل أولا الصراع العربي الصهيوني منذ توقيع مصر اتفاقية كام ديفيد أصبح صراعا سوريا إسرائيليا وهذه دراسات صدرت عن أكثر من مركز دراسات أمريكي لا توجد دولة عربية على الإطلاق في حالة صراع حقيقي مع العدو الإسرائيلي إلا سوريا وبالتالي حالة الحرب مفتوحة بين سوريا وبين العدو الإسرائيلي إسرائيل تستهدف عبر هذه الضربات كما ذكرت ولك مواقع الجيش السوري بغض نظر عن إيران وإذا كانت إسرائيل تريد أن تستهدف إيران الخليج قريب جدا وتستطيع إسرائيل أن تصل بغواصات الدولفين وبطارات F-35 وبغيرها من الوساطة تستطيع أن تصل لإيران تستطيع أن تضرب أهدافا إيرانية في مناطق كثيرة ولكن قولا واحدا إسرائيل لا تخشى أحد في المنطقة إلا الجيش السوري ولا تخشى أحد إلا أن يستعيد هذا الجيش زمام المبادرة يعيد تنظيم وحداته وتنظيم أموره هذا هو السؤال الجوهري نحن أنها هي المعركة الوحيدة نسبة لهذا الجيش كما تفضلت سيد الطالب دائما السؤال الذي يطرح إذا كانت سوريا هي التي بقيت في مواجهة إسرائيل لماذا لا ترد سوريا أنت ذكرت أن إسرائيل بهذه الضربات ربما تحاول استفزاز الجيش السوري حتى يستعيد زمام المبادرة متى سيحدث هذا ما هي الضربة التي يمكن أن تحصل أو تستهدف الجيش السوري يعيد بعدها استعادة زمام المبادرة كما تفضلت أنا ما ذكرت أن إسرائيل تحاول منع الجيش السوري من إعادة بناء وحداته العسكرية وإعادة تسليح نفسه كي يكون قادرا على استعادة زمام المبادرة عبر هذه الضربات ولكن أعتقد أن سوريا أيضا لديها والحلفاء وخصوصا الروس الحلفاء الروس بدأوا يبدون امتعاضا شديدا جدا من الضربات الإسرائيلية وأعتقد هناك حوارات على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي مع الروس تقول لهم أن هذه الضربات تستهدف بالأساس الدور الروسي في سوريا ونقول لزملائنا الروس وأقول الآن على الهواء وهذه رسالة حتى القيادة الروسية لماذا أنتم ضعفاء هكذا محول فائكم وفي الدفاع عنهم ماذا الكلام قاله الرئيس الراحل القائد العظيم هواري بومديام بعد 67 عندما قابل بريجنيف وقال له أنا أتيت لأسأل سؤالا واحدا لماذا تتصرفون أنتم بمنتهى الضعف يا سوفيت والآخر تتصرف منتهى القوى لماذا أرسلت ولاية المتحدة الأمريكية يا فلاديمير بوتين أرسلت أمريكا حاملات طائرات وغواصات نووية وقوة تستطيع أن تدمر نصف العالم لمساندة إسرائيل في صراعها مع فصيل فلسطيني وأنتم لا تفعلون شيئا في سوريا إذن هذا الضربات الإسرائيلية تستهدف الدور الروسي وتستهدف إظهار روسيا ضعيفة وعاجزة عن الدفاع عن حلفائها وصلت رسالة رسالة مهمة جدا لحقيقة أستاذ طالب كنت أتمنى أن نتوسع فيها أكثر ولكن أدركنا الوقت طالب إبراهيم الكاتب والباحث السياسي السوري كنت معنا من العاصمة دمشق شكرا جزيلا